منتخب السنغالي هذا المنتخب القوة دائما نتحدث عن فكرة انه فرنسا عندها نقاط ضعف ايطاليا عندها نقاط ضعف برازيل عندها نقاط ضعف اكبر منتخبات العالم عندهم نقاط ضعف ويمكن استغلالها اكيد المنتخب السنغالي ايضا وهو عنده نقاط قوة عديدة عنده نقاط ضعف اكيد موجودة طوام ملتخب السنغال قبل ما نتكلم على نقاط الضعف بتاعت منتخب السنغال خلينا نشوف إنه دائما بنتكلم إحنا هنتعامل إزاي مع المية والثمانين دقيقة مش بس هنبص على تسعين دقيقة دي نقطة مهمة لأنه نقطة أولى الرسالة للجمهور ما تستعجلش العيبتك لأنه أنا شايف إنه أهم منك تسجل وإن كنت أكيد بطالب بالتسجيل أكيد نفسي منتخب مصر يسجل في القاهرة لكن الأهم من التسجيل هو عدم استقبال أهداف لأن الأمور هتتعقد عليك بشدة طيب لقدر الله تقبلنا ما عندكش غير الدعم لازم تفضل تدعم طول الوقت علشان تطلع بأفضل نتيجة من القاهرة وبالتالي لكل مقام مقال في التسعين دي اللي بقين في السنغال طيب أول نقطة هنتكلم عليها في نقاط ضعف المنتخب السنغالي هو الزهير الأيمن الزهير الأيمن عنده مشكلة ألا وهي إن إسماهيل صار قدراته الدفاعية على الارتداد وفي الغالب هو اللي هيلعب على الجناح اليمين قدام بونسار هو اللي هيكون موجود ما بيرجعش يعمل له الارتداد فالناحية اليمين بتاعة المنتخب السنغالي الناحية الشمال بتاعتنا اللي في الغالب هيكون فيها أحمد فتوح مع واحد من الاثنين يا إما عمر مرموشي إما وحمود حسن تريزيجي عندهم الفرصة دايما من خلال شكل اللعبة بتاعنا ما نتكلم على المنتخب مصر هنتكلم هو ليه أنا بتكلم على الجابها دي تحديدا لأن الجابها التانية زي مباراة فاينال بطولة أفريقيا هي جابها نارية جابها قوية جدا جدا اللي موجود فيها محمد صلاح أكيد هم هيعملوا حساب الزيادة بتاع ساليو سيس هكون الزهير الأيسر لمنتخب السنغالي هكون بحساب ساد يومانيه هيرجع وهيرتد عشان نقفل مع ساليو سيس لأن القدرات البدنية بتاعت ساد يومانيه أفضل كتير إسماعيل أصاروا قدرته على الارتداد الريباوند بتاعه أقل بكتير فالناحية الشمال بتاعتنا اليمين بتاعت المنتخب السنغالي وده هنروح منه لما نتكلم على منتخب مصر الاربعة تلاتة تلاتة اللي بيشتغل بها كيروش وإيه هو التشكيل المتوقع الأفضل اللي احنا نشتغل به في القاهرة لما نجي نتكلم على مليار الاربعة تلاتة تلاتة والناس بتطالب أنه يبقى عندنا عناصر هجومية من بداية المباراة وأنه غير الاربعة تلاتة تلاتة اللعيبة حفظت الاربعة تلاتة تلاتة مع كارلوس كيروش قدروا أن هم يصلوا بها الفاينل أفريقيا رغم كل الظروف الصعبة والمنحانات البدنية الصعبة جداً اللي انت مريت بيها بالإضافة للإصابات اللي مريت بيها ما قدرتش تستبدلها خلال البطولة فالاربعة تلاتة تلاتة ليه؟ لأن انت بتشتغل باثنين دابل ايت في وسط الملعب وراهم لعيب مركز ست لو في الغالب بيكون حمد فتحي بتعتمد على اثنين دابل ايت محمد النني نحيتي نمين وعمر السولية ناحية الشمال بتعمل ايه؟ في قاعدة بسيطة جداً في الكورة بيقولك الجناح اللي هتاجم منه وانت بتلعب أربعة تلاتة تلاتة في الغالب ايت لازم اللعيب بتاع مركز ثمانية ينزل تحت شوية عشان يقدر يعمل لك الترانزيشن دياجونالي أو بشكل قطر يعني لما ينزل محمد النني هيبقى عينه دايماً الاسبيس مراحة فين الدياجونال اللي يبقى بيمركز معنا هو هيطلع ويسند على محمد صلاح فدايماً يبص فين على البلاين سايد بتاع الفرقة البلاين سايد الناحية اللي هنتكلم عليها اللي هي في ظهر بونصار اللي في الأساس وفي مركز التكوين في ميتزو في مارسيليا كان بيشتغل راجل لعب شوية كراجل سنتر باك ولعب شوية كاجناح ما لعبش باكرايت إلا لما راح بارني مونيخ وفترات الأخيرة اللي في مارسيليا لما لعب باكرايت ما بيلعبش حتى الفترة الأخيرة وده من ضمن المكتسبات المهمة جدا فيه لعيبة كتير في منتخب السنغال مش في حالتها مع أنديتا وعلى رأسهم بونصار مع بارني مونيخ ما بيلعبش بيلعب بينامين بابار هو اللي بيلعب أساسي ملعبش كل المبارات اللي فاتت لعب خمس دقايق وفي مباراتين من وقت بطولة أفريقيا خمس دقايق بس محاولة